أيام قليلة وتلتحق بابل بسابقاتها من المحافظات العراقية لتكون بها بصمة الحياة أو ما تعرف براتة الحياة التي أخذت تسلسل السابع بعد أن انجزتها سواعد طواقم عملت ليناً مع نهار لتكمل عملها بالوقت المحدد لتدخلها الخدمة الصحية في مدينة مرجان الطبية رغم ظروف الصعبة ورغم خطورة الموقع برلن تعتبر مستشفى مرجان وبائية محيطة بثلاث ردهات لوباء كورونا لكن الحمد لله نحن تحدينا الصعاب من التزمين بالمعدات الصحية من الكمامات الكفوف إضافة إلى التعقيم وأعمالنا مستمرة إن شاء الله لإنجاز المشروع على أفضل وأتم وجه 3500 متر مربع شهدت بناية تألف من 98 غرفة منفردة بنظام سويتا جهزت بكل وسائل الراحة للمصابين بجائحة كورونا وعشرين غرفة للإستشارات والمستزمات الطبية إلى جانب تزويدها معملية أكسجين بساعة 36 مترا مكعبا بالساعة منظمة أكسجين تتكون من معملين ذات منشأ غربي ذات منشأ غربي ربطت بشكل مركزي موزعة على سائر الغرف الموجودة في المستشفى بشكل مركزي بحيث أنه يتم الاستغناء عن الأكسجين السائل أو الأكسجين الذي يملأ في قناني الأكسجين الكبيرة نحن نقدم ولو شي بسيط منتركنا أطفالنا وعياننا ووضعيتنا وجايين من المحافظات حتى نخدم هذا الوطن الجريح يعني قدر الإمكان نحاول نخدمه ولو شي بسيط كل دا تشتغل هنا تقريبا دا نشتغل فوق 15 ساعة 16 ساعة دا نشتغل جرة واحدة بدون توقف وهذه المستشفى السابعة يعني من بدأ الجائحة لحد الآن نحن بدون توقف ولا الحمد لله وشكل لا تعب ولا ملل لأن دا تحس تمقدم خدمة إنسانية للناس الأهنة وشعبنا وكل يعني فخر دا نشتغل ردهت الحياة السابعة في بابل واحدة من بين مجموعة من البنايات التي أنجزتها ملاكات قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية في العتبة العباسية المقدسة متحدين جميع الظروف التي يمر بها البلد لا سيما ونحن في زمن الوباء إذ يعملون جنب مراكز الحميات في المستشفيات أي أنهم نذروا أنفسهم خدمة للوطن والمواطنين مما يسهم ذلك زيادة في الساعة السريرية لاستيعاب المصابين بهذه الجائحة في مختلف المدن العراقية اشتركوا في القناة